اشتركوا في القناة ولي في ذلك سلف منها حديث وائد بن حجر في مسند الإمام أحمد الذي قال عنه الساعات إن سنده جيد وقال عنه الأرناوض في زاد المعاد إنه صحيح وفيه التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السلتين كوضعها في التشهد سواء بسواء ولي سلف آخر ومعلوم أن السلف الأول قدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن القيم في زاد المعاد فقد صرح بذلك أن وضع اليدين بين السلتين كوضعهما في التشهدين ولي مستند أيضا وهو أن يقال إيتوا بحديث أو بحرف من حديث يدل على أن اليد اليمنى تبسط على الفقر كما تبسط بسر لم تجدوا إلى ذلك سبيلا يعني ما فيه ولا حرف واحد في الحديث يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده اليمنى على فخذه أما اليسر فتسرنا في هذا الصريح أنها تبسط على الفقر أو تلقم الركبة كل ذلك جائز وهما صفتان لكن يبقى النظر متى نشير بها متى نشير بها هل نخلها دائما هكذا هكذا يعني أم ماذا الذي فهمت من السنة أنه يشار بها عند الدعاء يحرك الإنسان إلى فوق كل ما دعا والمناسبة في ذلك أن الدعاء موجه إلى من إلى الله عز وجل والإشارة إلى العلوم إشارة إلى الله عز وجل هذا ما تبين لي في هذه المسألة نعم